أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاحه الدورة الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر أن هذا الوطن لم يبنه المتشائمون ولا المشككون وأنما تقدم بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته وأضاف جلالته لقد قطعنا شوطاً مهماً لتحديث الدولة وتطوير مسارها الاقتصاد الذي يعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل وختم جلالته بالتأكيد على أن الأردن كان وما يزال وسيبقى على مواقفه والتزاماته بمسؤوليته التاريخية في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها قد قطعنا شوطاً مهماً في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة والتعزيز منعتها ورسم مصار ميوياتها الثانية بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني وقد كان هدفنا جميعاً خدمة أججال الحاضر والمستقبل هذا الوطن لم يبنى بجهود المتشائمين ولا المشككين وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته وهذا الدور المحوري للأردن سيبقى منصباً على الدفاع عن القضية الفلسطينية التي كلنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها وهي على رأس أولوياتنا ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاسبتها القدس الشرقية وبعد الانتهاء من خطاب العش جرت انتخابات رئيس مجلس النواب الأردني حيث فاز بها النائب أحمد الصفضي بأغلبية أصوات المجلس بواقع 104 أصوات متفوقاً على منافسه النائب فراس السوعير الذي حصل على 13 صوطان